جبت لكم وصفة التابل التونسي من عند ميمتي ربي يفضلها من ايدياتها تخدموا وتبيعوا وهذه التابل نستعملوه في برشة وصفات على خاطر ما فيهش برشة وفاحات تابعوا معي الوصفة مليح قيدوها ودعو لنا دعوة خير نبدأ مع بعضنا الأول حاجة الهنى النعناع النعناع ماذا بيك من شريش حاضر لا تعرفش عليك كيفش يتعملوه لا تعرفش عليك كيفش عنده حرفة في التشيح متاعك كيفش نشيحو النعناع نأخذ النعناع رباطي كما ترى ونخسلوه مليح 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 حتى نحملوك الترابة ونضعوه ونستقطروه ما بطبيعك يتخدم كمية كبيرة او عندك الكرسي هذيك يبدأ من منقب تحط عليه بشيش يستقطر كالكس كيس سينو كان عندك كيس كبير الكمية اللي تستحقها تعرفين تحط دعوها يشيح وبعدها تقسمهم كالرباطي هكي صغار وتبدأ تحل فيهم تنظفهم وقت بعد ما يتخسلو وقتها نتنقيهم تحط في شقيلة واحد ويتلوح والنعناع النعناع تفرشو على ملح في بيت مش في الشمس الشمس يتحرق فيها يتفرش في بيت تبدأ فيها كلماتيزوريا مثل مهم تكموش فيها رطوبة ويشيحة تشيحة هاوكا نحيولو اكل عود متاعو وسيحضر النعناع نجي وطول التابل التابل الهني بشتعمل سبعة كيلو تابل كمية متع سبعة كيلو تابل هذيه 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 تابل كعابر كوزبر ويقولوا وإلا تابل كورياندر حصلوا كل واحد وكفيش يعرف اسمها السبعة كيلو بشتعمل عليهم زوز كيلو كروية هذي الكروية يقولوا كراوية كل واحد يقولوا هذي الكروية مهيش كمون ومهيش حبة حلاوة هذي كروية عليش نقولوا نحنا تابلو كروية خاطر هذوكم الباقس والاخرين مفاحات وبشتعمل عليه كيلو فلفل الشيح الكيلو راهو بالقشور متاعو تنظف ينقص بطبيعة ليس كيلو تحب تنقص في الكمية نقص على روحك والهنى 4 كيلو ثوم اربعة كيلو ثوم ينقص في الكمية مهيش كما تراوه هكيكا بالماء بعد بشيشيح تفرقوا هذي كالثوم جيد تفرقوا تروف هكيكا ونشوفوا بعد كيف ينقصوا سبعة كيلو تابل زوز كيلو كروية كيلو فلفل الشيح اربعة كيلو ثوم ثوم تشري ثوم العوالي هذيكا نطع العولة وتنظفوا ما تاخذ الروس الكبار تخليهم للتعطيب والروس جوايدين هما يمشيوا للتابل والمفركين كيف يبدأ هكي مفرك يكون أرخص وهو اللي تعمل به التابل يكون خير بدون العبور قمت بتينه تشمروا ومزروا تشمروا ويقوموا بتنظيف المتاعهم لان كيف تبدأ تم تحجير كالثومة ومازلت قبرة التنظيف الأولية تقنيه ومن بعد نحن نخسله أول مستقبل ثوم ثم تخسل الثوب غسلتين مليح مليح ثم تثبت كيفية خفيف والمسوسين ويبدأ من داخل فيهم الدودة ثم تثبت فيهم وتنحيهم وكي تخسلهم لا تخسلوش كله مع بعضه تبدأ تاخذ بشوية 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 تشوفوا معناه وتفيق بيه أخذتني أمام المشيف للطاحونة تشوف فيهم كيفية حدثت الطاحونة يسوب في كل شيء بالتراب وعلى بعضه هكاكا وهي ما تقولوا شكلت طعم قال نعمل في التابل ومتاع يضربوا بيه في المثال قالوا طول مشكارة هكاكا لا تخسلوا شكل قال هدي بره يا بتي معني الناس اللي كلها تاكلوا ونرمال فهمت هذيك عليش حاشة الدار راي وحدها مهما يكون سومها ديما تبقى وحدها لا تخدم العائلة على قد مجهودها على قد جهدها خطر يحبوا التابل المتاحة ليس على حاجة مستحقته اما يحبوا التابل المتاحة عليك تخدموا بالخاطر وتعمل كن العائلة الحقيقة يعني العائلة الموسعة بعد ما شلت الثوم تشليلتين مليح 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 اخذت طوائل فلفل كيل عادة الفلفل اخذت منه شوية مش الكيلول كله اخذت منه شوية و شوية ثوم و تحطوا مع التابل اخذتهم عن الوعي و اقضى نعارضها و نحタف لكل الثوم و اقضى في الثوم هاتف اخذ من المكلي نعرف تلك الثوم و ذلك الاخذي الثوم الثوم هنا يحبوا يعيشوا في الخارج ويحبوا يشيحوه وكل ننصحكم خذوه شيح خطر ساعات يتيح بيك ثوم نوع متع ثوم حتى تشيحوا في الفور يخضر معك إذا خضر معناها تأكسد معناها ولا سم معاتش حاجة بيهي طب وناخذ الكروية الكروية كيف كيف تقسمها على مراحل مش الكل مع بعضه باش نجم تجاريهم معناها تتعامل معاهم والكروية اللي هنا حسب ما تقولي ماء الكروية ثقيلة جي في قاع الماء وتبدأ مخلطة مع الحجر كيفاش تخسلها قتل الكروية نجي قتي نبدأ نحرك فيها نحرك فيها نعمل لها كيك الدوامة هكا ونبدأ بعد نصفي فيها وتصب فيها على الغربين بش تصفيه في الغربين ها هاوكا هكا قتلك الحجر يقعد ما يتلعش الحجر ما يدورش في الدوامة كيك كان الكروية الدور الحجر يقعد اللوطة كيفاش يقعد اللوطة وككل ما يوفل ماء تعود تعبله شوية ماء وتعمل نفس العملية حتياش للي الكروية اللي كل تتصفق قتلك فيها حرف قتلي ماء مش اللي يجي يخسل الكروية انا كيف كم راني بديها والمرة معني هنتبحها ونشوف معها ماء عندها عشق 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 للتوابل عندها عشق وهي تبدأ تعمل في التابل تبدأ تتغنى به صدقوني كي نحط لكم الصوت متاع الفيديو وتسمعوها كيفاش تغزر الكعبة الفلفل الشيح وكيفاش تتغنى به وتقول لي كيفاش الشمس ضربة تشعر تشعر عليه الشمس ضربة فيه وهو يلق تقول عليه زمرد حسيله تبدأ تعتف كل الأمثال يا سبحان الله واحد كي بدأ يحب حاجة يعملها تخرج من قلبه وتحبه كان بدايتها حبيت نعاونها ونعملهولها انا ونصورمه انا كل بدايتها والله ربي باكلها يفضلها اهو كيفاش تعمل الكروية حتياش للي في الاخر تشوفوا قتلي هيو مافيش برشة حجرة ذا فيش برشة وسخ اهو تشوفوا كيفاش ركدة هوك الحجرتوها اكل لبي ذا ذاك اوك يقعد دي مايتحسحس في قاعة التنجرة وطيب شجي تخسل التابل كي العادة على مراحل التابل اللي هنا قلتلي استيوس اول مرة نسمحها فما مرأة جيتها معناها قلت لها نحب عن تعملي التابل او ما تخسله ليش قلتها كيفا هوا ما نخسوش التابل قلتها التابل كي تخسل مطعمو يتبدل مايجيش كيما التابل شايح قلتها كيفاش نعمل هولك بطرابو قلتها ليش شدوا في ملحفة وامسحوا حمليح حمليح في ملحفة ومن بعد شدوا بالغربال وغربلوا مليح 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 يهبطك كيفا نقوله وكالترابة كله وطوا ينظاف قلت لها ورح يولي وعملوا هولي هكاك حصلوا مما واختي قلولي للتابل المتاحة اللي عملو هولها جاء افوح والتابل المستنسين يعملوه قلتلي افكتفمون التابل حتى اللون اللون افتح التابل التي تخسل يعطي لون غامق في رحياء والتابل كي مايتخسل شويتمسحها مليح ويتغربل يعطي لون فاتح وريحة وحق قلتلي لون غامق في رحياء والتابل او كتخسلوا غسلة واحدة مش غسلتين وهناك التراب اللي فيه شوفوا في قاعو كيفاش فما التراب ولا التابل خفيف يبدأ يفلوتي فوق الماء مهوش كيمالكروية سيهل غسلينه نحن نجيو لهنا لتاخذ التابل ليس الكل نقولوا نحن نحن نخذ كيلو برا كيلو باش ترحي بها الثوم وكل نقولوا نصر طل الفلفل اللي حطته باش نطفته قبيلة باش ترحي بها الثوم زيدة والاخرين يتحطون بعض الثوم يترحى بها الثوم يترحى بها الثوم يترحى بها الثوم اما قبل توسع بالها وتهرس بالمهرس وضع الثوم المشلل لذيكا مبلول ما هو الشيحة ومروخ الليلة هو مبلول والفلفل مبلول والتابل مبلول وضع عليهم كميشة باهية ملح قطي لا تخافش الملح هذيكا لكله بشي تبخر معناها من بعد مش بشي قعد منه معناها مية بالمية وميش حاجه كبيره هذيكا برك الملح اللي حطته بعد ما زادتش زادت وورحاتهم الكل مع بعضهم دشدشهم ميكونوش بوري يكونو مدشتشي اهوكا كيفاش يكونو بقشورهم الثوم بقشورو اهوكا كيفاش حصيلو تتغنى بالريحة متاعو وبالمنظر متاعو يا سبحان الله والله ربي فضلها وهذيكا بش تكملهم طوال كل هذيكا التابل والفلفل والثوم بشي يكملو يترحى وكي ما وريدكم مزادناش ملح سي المره اللي كبركة ومبعد يتخلطو الكل مع بعضهم بنفس الكمية متاع الملح النعنيع زادت جابت كمية اخرى هذي النعنيع غسلته وحطته يستقدر باش مبعد تنشروا وتشايحوا هذي العولة متاع التاي ومعرفش شنوه التاطيب وكل هاي اللي هني حطته كثوم والرحات والكل وخلطته حطته يشيح التابل والكروية غسلتهم الكل وحطتهم هكيكا على المناشرة شيح وعالغريبل وكل وزادت جابت الرند حاصلوا حطت معاهم الرند هي عندها رهي رند اما عندنا بيبينيير بحذين ما تحب الرند متاعهم وتحبوا يكون هكيكا اخضر وتشايحوا مع التابل يكون فاوح يكون خير حاصلوا ربي بالكلهم هما كل عام يعطيوها حاصلوا هكيكا تشيخ عليه هاي اللي هني بقيتك الفلفل جيتت تنظف فيه ومنو هيدا الفلفل للهريسة العربية زادا اوكل كل والتاويبل الكل بشتعمل لفاحات العولة نقولو نحنا نظفلك العادة الراس متاعو وتنحيلو الزرع متاعو بعد ذاكا يتخسلو ويتقسشرو كل هاي اللي هني ايكا الثوم والتابل والفلفل اللي يرحاتهم مع بعضهم اهوما والليو يقربعوا شيحين يجم يكونوا في الشمس وفي نهار يكون قوية سخون 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 وما تحطوهش في بلاسة بحثش عرق تاتس ولا كلاب كان عندكم غطيوها بمستكير ولا حاجة كان عندكم ريح وإلا شعرات ولا حاجة هكا باش ما يتخلطش معاه لليشي وطاوك التابل اذاكا اللي تخسل وحده بقية التابل والفلفل والرند وكتجوه ذاك الكل وقصت الفلفل بعد ملاحات له الزراعة والراس قصت وطرف طرف وطرف وخليتوا يشيح معاهم الكل يتشيحوا مع بعضهم وزادته قشور البردغين تقريبا نقولوا نحنا معناها قشور كمشتين باليد دكاكة كبار قشور البردغين قشور البردغين يعطيه نكهة سبيسيالة رحمة الطعمه الجملة اما يعطي نكهة معززة وهذاك الرند قشور البردغين على السبعة كيلو تقريبا ربطين رند دكاكة حطي تبقيتك الكيلو فلفل ومعاهم القشور البردغين والرند فوق هكال الثوم اللي رحيناه والتابل واتبدا تخلطهم مع بعضهم وبعد تصب لهم في التابل صبت الكروية الكروية الكل صبتها مع الثوم وكل مشيح وخلطتهم مع بعضهم وبعد تحط النعناع تقريبا اربع ارباطي كبار نعناع عندها كساشيات ذوكم نخبيو فيهم يجوزوا الساشيات منحين منهم العويد متاحهم يجوزوا الوراق منتعد النعناع او كزوز الساشيات كبار النعناع يبنن على الاخر وما يعطيش نكهة نعناع جملة 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 حسينو التابل هذية مش كما ترى منظروا تتخيل طعم وراه حاجة سبيسيال تعمل في كل شي مع جيج حتى مع الحم والبقري والكل نعملوه باس باختوه وما يبدلش مطعم الماكلة بالعكس يعزز لها النكهة ويناحي البسولية والمساطم وكل ويعطي نكهة سبيسيال راهو ما يبدلش جملة كمريتو لقرفة لكبابة لشوش وردة حتى شاي طوا هكي التابل اللي يشيح وحده ويش تغربلوه وبعد ترميه حسينو وفيح من القلب الى القلب هذيك عليش الجماعة والله يشدو فيها صحيحي قولو لها التابل متاعك وحده انا بادي ما عنديش المقادير متاعها وما نعرفش كيفش تعمل المرة هذي قلتها يا ماما تعملش تابل حتى نجي انا ونصورك بالدتايد ودتايد ودتايد خلي الناس الكل تعرف شنوه شنوه التابل كيفش نعملوه دي مسئلوني يولف شنوه التابل مش اي تابل وكروي اصبتهم فكل شكال متاحة سبيسيال تصبهم فيها وتزوم للطحونة يرحيوهولها في الطحونة ومن بعد تروح به حسينو والطحونة توصيها ميكونش قبل وفهمة تابل اخر وميبدلهش المطعم وخاصة يكون تابل فيه مطعم وحسينو عندها شروطها الخاصة ومن بعد عندها قشرة الاخرى زيدة سبيسيال هذي كتروح بها بالتابل مرحي اهوه والتابل يتخبه في بلاسة ما فيهش ضو ماهيش حكة تنوسبارونت بج مايتنحاش النوكه متاعه مايبردش يقعد ديما ونوكه توفيوحه ويقعد على طول العام وهذي هو التابل بعد ما ترحى هذي وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة